أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عمان والتي تزداد قوة وتميز في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخ دعائمها جاء ذلك خلال استقبال جلالته هذا اليوم في قصر الصخير معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة ورحب جلالة الملك المعظم برئيس مجلس الشورى العماني الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان الشقيقة وأطيب تمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرقي فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وأخلص تمنياته لجلالة سلطان عمان بمنفور الصحة والسعادة وللسلطنة الشقيقة وشعبها العزيز بالمزيد من الرخاء والتطور وأشهد جلالته بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون البحريني العماني المثمر على المستويات كافة مثنيا رعاه الله على الدور المحوري لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى العماني في توثيق الروابط الأخوية وتعزيز وشائج القربة والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين وبارك جلالة الملك المعظم حفظه الله توقيع مذكرة تعاون بين مجلس النواب ومجلس الشورى العماني والتي ستسهم في دعم التعاون البرلماني والتنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ونوه جلالته بهذه الزيارات الأخوية لما لها من أهمية في توسيع أطور التعاون وتبادل الخبرات على المستوى التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية كما أعرب جلالته عن تقديره للدور الرياضي الذي يطلع به أخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بطارق السعيد في دعم وتطوير العلاقات المشتركة مشيدا بالنهضة الحضارية والتنموية الرائدة التي تشهدها السلطنة الشقيقة بقيادته من جانبه عرب معالي رئيس مجلس الشورى العماني عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال مثمنا جهود جلالته الهم وحرصه الدائم على توثيق العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون البرلماني والتشريعي بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين